هل هو تقارب أمريكي إيراني بدأ يترجم على الأرض؟ إيران للمستعدة للعمل على تهديئة المخاوف الدولية أعلنت بليسان رئيس هيئة الطاقة الدرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن تعديل قلب مفاعل أراك للمياه الثقيلة للحد من إنتاج مادة البلوتونيوم التي يمكن أن تستخدم لإنتاج السلاح الدري أراك هو مفاعل لأبحاث الماء الثقيل يقع على بعد 240 كم جنوب غير طهران وشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات النووية مع الدول العظمى مسؤولون إيرانيون أكدوا أن المفاعل سيعدل حد إنتاج البلوتونيوم السنوي بكيلوغرام واحد سنوياً بدلاً من ثمانية أصلاً فيما إنتاج قنبلة ذرية يحتاج لعشرة كيلوغرامات من البلوتونيوم وفقاً لطهران وفي مقابل هذه الليون أعلن صالحي عن إجراء اختبارات ميكانيكية على جهاز جديد متطور لتخصيب اليورانيوم ولكن من دون ضخ هذا الغاز بعد فعمليات البحث والتطوير لا حد لها كما قال اختبارات لطالما كانت تجري في موقع نتانز بحسب تقارير سابقة للبكالة الدولية للطاقة الدرية وكانت إيران وافقت في إطار الاتفاق المرحلي الذي بدأ تطبيقه في 20 كنون الثاني الماضي على الحد من أنشطتها لبناء مفاعل أراك والتزمت بعدم إضافة أجهزة طرد مركزي جديدة أو جيل جديد منها في منشآت تخصيب اليورانيوم ترجمة نانسي قنقر